عندما يفكروا في هدفهم ما يفكروا في المال ليسدوا المصاريف يفكروا في أنظمة تخيلوا في سيستم لبناء طريقة تؤدي إلى المال بشكل مستمر دون أن يضع جهده في هذا الأمر كيف يعني فسر يعني إذا كنت ستبني مشروع أو تتوظف وظيفة أيا كانت أنا مش ضد الوظيفة وأعتقد أن حتى فيه وظائف تؤدي للثراء على فكرة أيا كان وظيفة ولا مشروع صغير ولا تستثمر ولا تساهم في شركات أيا كان عملك اللي حتسويه أنت ممكن يكون هذا الأمر بالكامل معتمد عليك فإذا ما حطيت جهد اليوم ما تجيك فلوس تحط جهد ووقت تسوي العمل تجيك فلوس هذه معظم الوظائف اللي ما تؤدي للثراء أن إذا أنا مو موجود بفكري الآن حاضر ووقتي وجهدي ما حتجيني فلوس فإذا اليوم ما رحت على العمل حخصر مبيعات إذا اليوم ما دمت في الوظيفة حيجيني إنذارات إذا ما عملت إذا ما سويت الآن ما رح تجيني فلوس هذا أن جهد يساوي مال القانون هنا جهد يساوي مال جماعة اللي يفكروا بطريقة الثراء لا هو يفكر بنظام system نظام يساوي مال أشوى النظام يروح يبني هذا النظام اللي يعمل بشكل مستقل فهنا تطلع دور المشاريع اللي فيها عدم اعتمادية على المؤسس قائمة على التكنولوجيا مشاريع ريادة الأعمال من أهم الشيء اللي يدخلي مشاريع عليات الأعمال المشاريع بتنمو بسرعة اليوم ولها شهرة أنها تنمو بشكل تلقائي بعيدا عن جهد